تهديدات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات قاسية على تركيا يبدو أنها ستتحول إلى حقيقة بعد عرض مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مرشوع قانون ينص على فرض عقوبات على تركيا ما هي أبرز تلك العقوبات؟ استهدفوا الأصول المالية للقيادة التركية في الولايات المتحدة على رأسها الرئيس التركي وأعضاء الحكومة ومنع كبار المسؤولين الأتراك من دخول الولايات المتحدة ثم حجبوا أي مساعدة أمريكية للجيش التركي وفرض عقوبات على أي جهة تبيع أو تقدم له دعما ماديا وتقنيا العقوبات ستطال أيضا قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والمعلومات والطاقة بما فيها إنتاج البترول والغاز الطبيعي الذي تحتاجه القوات التركية ووفقا لمشوع القانون الذي ينتظر إقراره فأن العقوبات الأمريكية ستطبق في يوم فرضها وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى إقرار الكونغرس بأن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءاتها العسكرية أحدية الجانب وسحبها لقواتها وحلفائها من المعارضة السورية من الأراضي التي احتلتها جراء العملية العسكرية التي أطلقتها في التاسع من هذا الشهر توني مزرعاني العربية